هذا هو وبعد ذلك فقط استقبل فقامة رئيس الجمهورية الوفد السوداني ومزيد من التفاصيل في التقرير الزميلة الحبي محمد محمد تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين أنجمين والخرطوم والعمل سويا من أجل النخوض بالدولتين اقتصاديا هو فحوى المقابلة التي جمعت نائب رئيس جمهورية السودان سيد حسب محمد عبد الرحمن مساء هذا اليوم مع فقامة رئيس الجمهورية دريس ديبي إدنو بالقصر الرئاسي المقابلة كانت بحضور وفد سوداني رفيع المستوى رافق نائب رئيس جمهورية السودان يظيم وزير الدولة السوداني في الخارجية ووزير الدولة السوداني في الصناعة ووزير الدولة السوداني في الدفاع وعدد كبير من الشخصيات القيادية في دولة السودان الشقيق المقابلة استمرت زهاء الساعة تقريبا نقل فيها نائب رئيس جمهورية السودان إلى فخامته رسالة شفاوية تحمل في طياتها مستقبل العلاقات بين الدولتين الشقيقتين من نظره السوداني وتناولت المقابلة أبرز الخطوات التي يمكن من خلالها دمج روح الإخاء والتعاون من أجل رفع تحديات التنمية الاقتصادية في مجالات الزراع والصناعة والمجالات الأمنية حيث جاء نائب رئيس جمهورية السودان في وقت تنظم فيه جمهورية السودان معرضا اقتصاديا عبر شركة جياد تعرض في صناعتها والآلات الزراعية ويتزام اللقاء أيضا جلسات عمل تضم الخبراء الشادين والسودانيين حول وضع خارج الطريق طويلة المدى من أجل وضع اقتصاد بديل بين الدولتين يكون نموزجا فعالا ومتكاملا تزامنت المقابلة أيضا جلسة مغلقة جمعت فخمته ما سيد حسب محمد عبد الرحمن تناولت هي الأخرى مستقبل العلاقات بين الدولتين وعن المزيد عن فحم المقابلة ثمن سفير جمهورية السودان لدى البلاد الدور الريادي الذي يلعبه فخم الرئيس الجمهورية دريس ديبي إدنو في ربط أواصل الأخوة والصداقة بين البلدين وأن فخم الرئيس الجمهورية لعب دورا كبيرا جانب نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الزيارة تأتي في إطار افتتاح معرض مجموعة جهازة صناعية الذي سوف يتم افتتاحه مساء الغد 18 مايو بغسر 15 الساعة الثامنة مساء وذلك لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين ولتاحة فرصة للصناعات السودانية للدخول للأراضي الجادية ومحاولة انتغال جزء من هذه الصناعات إلى جاد حتى يستفيد الشعب الجادي الشغيق ورجال أعمال والشركات الجادية وإتاحة الفرصة للشباب الجادي للتدريب والتأهيل على التكنولوجيا والصناعات المطورة ومن جدير بالذكر أن شركة جاد السودانية ستفتح معرض لمنتجاتها برعاية فخم الرئيس الجمهورية دريس ديبي إدنو بقصر الخامس عشر مساء غدن الخميس ترجمة نانسي قنقر